مازال الفيل اللي ازرق باجزاؤه ومش عارفين اذا كان حابقى فيه جزء جديد ولا لا فيه جزء ثالث من الافلام الغريبة جدا قول لي انت بعطك عالفيلم ده واساب فيك ايه والفيلم ده بدايته غريبة معاها جدا انا اللي اتصلت بمراوان مراوان صاحبي واخوية يعني منذ قديم الازل كلمت مراوان وقتولها مراوان انا نفسها معاك فيلم فعلي طيب يا كريم لما اه لما تيجي السنة ان شاء الله لما تيجي السنة وتيجي الظروف مراوان بيزهر كل ثلاث سنين كل ثلاث سنين مرة واستاذ فقلت له مراوان لنفس اشتهر معك وعايزين نعم مع بعض فيلم فات شخر ولقيته بعيتلي ورق بخط ايد احمد مراد كانت لسه ما اتبعتش الرواية في دار الشروق قال لي بص انا هبعتلك رواية اراها ومشوف عجبتك ما عجبتكش قريت الرواية اصد عمر جالي زهول من الورق بعدين احمد مراد اللي ممكن الجمهور ما عرفوش هو خريك اسم تصوير فكتابته فيها صورة فهو انا بقره انا شايف البرطمان اللي نزل عليه لو انت مخرج اصدق ولا درس اخراج حضرته والباب اللي بيزيق مع السطارة الحمرة اللي نزل اما انت شفت القوضة الفيلم ده قريت الرواية جالي زهول تعمل فيلمها كريم مش عرف اجاوب قريت الرواية تاني جالي نفس الحالة زهول تعمل فيلمها كريم لحد والله عادت عارس قلت بص انا هعمل فيلم ده ورزق على الله يا رشاد يا مشيت اعتزبت للناس ناسف اخوانا حقوقوا علي كلمت مراوان طوله مراوان هعمل فيلم قال لي كريم مش هتعمل فيلم طوله والله هعمل فيلم قال لي كريم مش هتعمل فيلم وإحنا اصحاب تعالى ندهر على فيلم تاني انا وبعتولك ليه اصلا بيعايز يشوف يعني كريم عايز يروح لفين وعايز اقولك على حاجة مراوان حامد فتح لي باب جواه يا سيد عامل وجرأني جرأة وخلاني اطلع اوتو ذا بوكس يعني فتح لي باب في التمثيل قال لي بس كنت عارفه انت كنت بتعمل الدور المعروف المعروف واحد من الناس ابو علي ولادة العامة الشقي البتاع الشقي ابن البلد انما انا هروح لهذا العالم في تعبيرات وانفعالات مختلفة كتين واحدين بقى كمان دي شخصية مستوية يعني يا حراشد ده راجل بيشرب خمور راجل بيشرب مخدرات راجل لي دور في موت بنته شخصية مستوية وحبها انا شايف ان ده يعني دي دراما انت بتقدم لحم ودم وعملت الفيلم وايز بي افوجة برد فعل الجمهور انت اول ما عملت وقلت بقى ده يعني يبقى الناس معينة اه وتجربة بعد مثلا قلت ايه عشرين سنة تمثيل اجرب جنونة اجرب لطشة كده بقى قلت مع الناس لافقت ما لافقتش وايز بي افوجة اصدامر الفيلم ينزل في العيد مدته تلت ساعات العشر ده اه فيلم طويل على العيد فيلم مفوش بسمة مفوش ضحكة الناس متعودين مفوش اغنية متعودين على كريم يعني ممكن في السن الدين حتة كده وفاجأ بارقام نصه عايز تركز غوة عشان تفهم ايه حق Nebraska بالزبط وفيلم زكي يعني الدرجة انا يوميا قلت والله قلت النجمة الحقيقي لهذا الفيلم هو الجمهور ان الجمهور المصري العربي الجمهور مش المصري الجمهور العربي بالكامل في المنزل في جماعة في الوطن العربي بالكامل ليستوعب فيلم رعب في العيد احنا كابرانين على افلام الاستاذ عاد الامام واستاذ انادي الجندي العيد فرحة الاستاذ فلا الناس بقى عندها فرجة وبتتفرج وكده وتعمل جزء تاني عمل جزء تاني والحمد لله نجح وبنحضر الجزء التالي ده حقيقي بقى نشوفه كمان اربع سنين لا ده ست شهور ست شهور امر وان بعثلي وقال لي مراد شغال في النسخة الاخيرة ما بتخافوش من الحكاية دي يعني خلاص احنا نجحنا بالتجربة وتجربة مش سهلة ومعقدة خلاص بقى كل سنة انتو طيبين انك تعيد التجربة اه انا انا كنت خاف من الجزء التاني اكتر من الاولين وحتى كلمت مع مراهون كتير ساعتها ومع الوستاذ احمد بدوي يا جماعة الجزء التاني بس في افلام كتيرة جدا في السينما الامريكية عرفوا ستة وسابعة وتمانية وبيعرفوا يستغلوا الاجزاء فاستل ذا فيوريوس وبعدين عندهم وطوم كروز بالزبط وبعدين عندهم حاجة غريبة جدا الامريكان ان بعد خمسين سنة بيرجع يعيد تاني التراث بقى كين كونج يعيده تاني بعد خمسين سنة جودزيلا يرجع يعمله تاني بعد خمسين سنة بيعيد شغله باتمان بيتعمل لغاية دوقتي باتمان بيتعمل لحد دوقتي بالزبط فاتجرعت روحت داخل بقى عامل الجزء التاني عامل باتمان داخل بقى في ثلاثة يبقى اغرب من الاتنين مش هيستفاصيل يعني بس يبقى اغرب كتير اهو يعني انا لما حكالي السطر مراون ان اصطربت جدا جدا لان كنت متخيل انه هياخد من واحد ومن اتنين ويكمل هو خد نقطة قل اللي ماتوا حيرجعوا ولا ايه وانه مش عايز احرق لك الدنيا بس خد يعني ربع سطرة استاذ من الاتنين اللي فاتوا وطار لعالم غريب جدا فقلتوله بقى خلص انا بس مسلسل حششين ده عشان اتلبس لك صحة لما اجي اشتركوا في القناة